دينا الحنيف لم يغادر صغيرة ولا كبيرة مفيش حاجة من أول التبسم متسابع مطت الأذى عن الطريق دي شعبة من شعب الإيمان إحنا عندنا مشكلة رهيبة إنه فيه انفصان في الشخصيات بصراحة تلاقي حد طقي وورع ومحترم وكذا وفتح باب عربيته وبيرمي في الشارع بيأكل يستفندي ويرمي بيشرب إزازة مية ويرمي إيه ده يعني دي أكتر حاجة بتقطعني لما لاقي عربية قدامي ولاقي الناس بتطوح من العربية وتوسخ الشارع مع إنه إحنا شعبة من شعب الإيمان مطت الأذى عن الطريق مش ملي الطريق بكمية أذى ليه يعني ليه أمشي على الدائري ألاقي كياس بتاعة البطاطس المحمرة دي بتطير كده والناس بترميها بمنتهب ده العادي يعني ده مقلب الزبالة الكبير ليه؟ وإحنا هنحافظ إمتى على بلدنا الحلوة دي اللي هي حلوة فعلا واحد لما بيسافر برة أروح أبص ألاقي أقول إيه ميدان الأوبرا بتاع فرنسا ده شبه مصر بالضبط ده شبه ميدان التحرير ده ميدان التحرير أحلى لما أمشي مش عارفة في جبال إيه ده بالضبط شبه عندنا فيش حاجة برة في العالم مش موجودة عندنا الفرق الوحيد إن الناس محافظين على النظافة بس بس إنما جمال وحلاوة وبلد حلوة وأماكن كتير وحاجة يعني تشرف مصر بالضبط بس الناس هناك محافظين على النظافة لا يمكن يمشي يرمي لبانة ولا يمشي يرمي ورقة ولا يمشي نستحل كده إنه الزبالة كده تبقى عادي في الشارع إحنا النهاردة هنتكلم عن حق الطريق وحق المرافق العامة حق الحقوق البسيطة دي اللي إحنا لا نلقي لها بالا مش موضوعنا خالص إحنا متدينين ونضف نفسنا إنما نوسخ أي حاجة برة طالما مش تابعنا عايزين نتكلم ده إيه يعني هل ده زنب ولا ده إيه فضلت الشيخ أحمد الصلاة إزاي حضرتك يا فندم بناء حظ التو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم اسأل مع دعاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك زي حضرتك ما تفضلت يا فندم اللي بيهتم ببيته وبحديقة بيته وبالفيلة بتاعته وبعربيته ولا يهتم بالأشياء العامة المرافق العامة المواصلات الحدائق المنتزهات المدارس الجامعات ده بن قسين مطفف ويلو المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ده مطفف ده بيفعل شيء من كبائر الذنوب وخاصة شوفي الإسلام وضع للجماعة اللي بيروعوا الآمنين في الشوارع مش بيلقوا القذرات بس حد مخصوص اسمه حد الحرابة ايه حد الحرابة الجماعة اللي بيفزعوا الناس ويخوفوا الناس ويطاعوا الطريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحد اسم الحرابة في القرآن قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يا خبر بيض يعني اللي بيروعوا الناس ويخوفوا الناس في الطرقات وفي الأماكن العامة وفي الحدائق والمتنزهات ووسائل المصرات العامة ده اسمه ايه يحارب الله ورسوله اه كأنه يحارب الله ورسوله ايه بنص القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الله خير أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض مش بس كده ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ليه؟ لأنهم بيروعوا الأمنين وخدوا بالحضراتكم الأموال العامة والمرافق العامة وعتقول ده بتاعة الدولة بتاعة البلد وانا مالي منى البلد وانت البلد المرافق العامة التي ليست ملك لفرد إنما هي ملك للبلد كلها والبلد أنا وحضرتك وابني وابنك وقصرتنا وكل ده ملك وخد بالك الأماكن العامة والمرافق العامة أشد خطرا وحرمتا من المرافق الخاصة لأننا لو أزد دعاء في بيتها أو قدام في الليتها أنا بأزي شخص هيمسك في رقابة يوم اليوم واحد إنما لما أبوز قطر قطار أو مترو أو حديقة أو مدرسة أو جمعة هيمسك فيها مصر كلها لتعلق الزمن فيها الولاد بيمشوا مش بمطوة بيمشوا بحاجة بيعملوا العربيات كده 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 بقت عادة دلوقت واللي بيكتبوا على الحوائط يا فندي واللي بيعلق يوفط تيجي تشيليها من على جدار البيت من دو سعين لا لا غير كده ده في ناس بتبقى عاملة إعلانات تلزقها برباء كده لا 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 إعلانات رسمي يعني في حد مثلا حاجز مكان ماشي ويفطم رسمي رسمي ودفع فلوسها ودفع فلوسها يوم حد جايب برش ورشش له عليها بالإسود ليه راجل دفع فلوس الحاجة وإنت مؤذي ليه وليه تروح تأذي واحد في حاجة هو دفع فلوسها حرام عليك بالضبط شوفي النبي صلى الله عليه وسلم مرة في غزم الغزوات وأقوى أعلى شيء عندنا زروة سنة من الإسلام الجهاد في سبيل الله فالسيدنا النبي ماشي في الجهاد في أعلى من الجهاد فيش بقى لصلاة ولا صيام ولا زكا ولا عد فوقفوا في الطريقة فاندم يستريحوا ياخدوا قسط من الراحة كده زي بقولوا إيه استراحة يعني فجوم جماعة من المجهدين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقوا الخيام أو الأماكن ما فيش جوم نصبين خيامهم في وسط الطريقة فعملوا إيه عملوا زحمة سير أو زحمة مواصلات أو واحد وقف عربته بنزل حد أو بركب حد فعمل إيه عمل أزمة هو ده بالضبط كده عرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إيه اللهم أخبروا من ضيقوا الطريقة على المسلمين أن يعودوا ولا يجاهدوا معنا فإنه لا جهاد لهم فإنه لا جهاد لهم فإنه لا جهاد لهم